اهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير حقيقي من قلب يا رب كلنا نبقى بخير انا بجد مش هزار عندي حالة من حالات الغضب والحنق على الضمير الانساني في العالم كله في العالم كله ولا استثني اي حد ودون اي تحيز لكوني مصري لا استثني الا مصر بس ده فعلا مش هزار مبارح يمكن كان مجموعة كبيرة جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم من الشركة المتحدة وكان وكنت انا متشرف ان انا واحد من زملاء كتير كنا موجودين وكنا رايحين بالاساس علشان عاوزين نروح مستشفى العريش العام ونشوف اهلينا الجرحة والمصابين اللي موجودين هناك وبعد كده طلعنا على معبر رفح وده شيء مهم جدا جدا اكلمكم عنه مع مؤسسة حياة كريمة ومع التحالف الوطني زمان كان ممكن اقعد احكي لك تفاصيل الرحلة ثانية بثانية دقيقة بدقيقة واظننا من الناس يعني الحكاء حبتين فقدر احكي لك كل التفاصيل لكن باللي شفناه مبارح لا اهمية لكل التفاصيل الاهمية الحقيقية لقلب الموضوع ومعناه وزي ما كنت بقول الزمالي ليس من سمعك من رأى على الاطلاق اهلينا اللي موجودين في اللي شفناهم يعني في مستشفى رفح العام انا مش بكلمك على انه هذا الرجل بترت ساقه او هذه الطفلة بترت ذراعها او هذا الولد فقد عينه لا المسألة ابعد من ذلك انت لن تجد جسد هناك من اجساد هؤلاء الابطال الحقيقة من المصابين الفلسطينيين الا وهو مرشأ بشظايا الجسد بيكمله وهنا فهمت احنا ليه شلنا المسئولية دي مسئولية هؤلاء المصابين الاعداد اللي جات لنا احنا نقينا او اخترنا ان احنا ناخد الحالات الاكثر حرجا الاكثر حساسية الحالات الاكثر صعوبة سواء اذا كانوا مرضى او رام سواء اذا كانوا زي ما بقول لكم كده المسألة ابعد بكتير من انه فلان الفلاني فقد دراعه ساقه عين الى اخره لا المسألة اصعب من كده بكتير الاجساد فعلا كلها دون استثناء واحد مفيش مصاب واحد الا وهو مترشأ شظايا وشه ضر حاجة اصعب من الصعوبة لما تشوف ده شيء صعب فما بالك بالشخص نفسه هذا المصاب هذا الانسان فما بالك باهليته امه ابوه اخوه اخته زوجته طفلة صغينطوطة قد كده هو اسمها مريم عندها تقريبا اربع سنين مريم بتتكلم بس هي مصدومة اللي هو بالناس اللي بتحب الكلام بتاع الاجانب هي traumatized مصدومة فكلامها قليل جدا وممكن تقعب بالساعات ما بتتكلمش شايفاك ووعية وكل حاجة لكن لا تعلق على شيء وما بتردش على حد مهما عملتلا تلعب معاها سكتة تقعد جنباء سكتة وبصالك وكل حاجة وتتكلم في القليل النادر يعني كل فين وفين مريم ابوها استشهد مريم امها استشهدت فجت مع جدتها ام والدتها ما بقلهاش حد غير هذه الجدة وهذه الجدة لم يبقى لها احد سوى مريم ومش هتكلمك على حالة مريم لكن انا بكلمك هنا عن الانسانية موسيقى